بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي عبد العزيز أحمد عشور هذا نصها السيد الفاضل عبد العزيز أحمد عشور المحترم رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نهنأكم وإخواني وأبناء أعضاء مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وجميع لاعبي فريغ كرة القدم بالنادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمناسبة تتويج فريقكم بطلا لكأس سموم ولي العهد الثلاثين لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 وإننا لنشيد بالأداء الكروي المميز من قبل الفريقين وروح المنافسة الشريفة والأخلاق الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون مقدرين الجهود الطيبة التي بذلها الجهازين الفني والإداري لتهيئة لاعبي لديكم لتحقيق هذا الفوز الكبير الذي جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم فريقكم مستويات مميزة طوال مباريات البطولة أهلته إلى إحراز اللقب دعين الله تعالى أن يديم على أبناء الكويت التميز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح عمير البلاد المفدة حافظه الله ورعاه فخرا وذخرا للبلاد والعباد مع أطيب التمنيات مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في الخامس عشر من رجب عام 1444 هجرية الموافق السادس من فبراير عام 2023 بلادية